كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سرا شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضرا صبرا فكان خيراً له وليس ذلك إلا للمؤمن الصبر على أنواع أربعة مشهورة أولها أن يصبر الإنسان على طاعة الله فإن النفس قد تدعو صاحبها إلى ترك طاعة الله إخلاداً للراحة أو اتباعاً للهوى أو رغبة في شيء من المقاصد الدنيوية فحينئذ شان المؤمن أن يصبر في هذا الباب على طاعة الله جل وعلا فلا يستجيب لعدوه الشيطان الرجيم في ترك ما أمر الله به وهكذا من أنواع الصبر الصبر عن معصية الله جل وعلا فيجتنب العبد معصية ربه طاعة له حتى ولو كان في ذلك شيء من مخالفة الهوى أو شيء من نقص الدنيا للإنسان أو شيء من الأذى ومن أنواع الصبر أن يصبر الإنسان على المصائب التي يقدرها الله عليه في الدنيا فإن الله لم يجعل الدنيا دار جزاء بالخير وإنما جعلها دار ابتلاء ولذلك فلا يخلو العبد في دنيا مهما كانت منزلته من شيء من المصائب والأكدار ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلان الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه وقد قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فأثبت بذلك أن أهل الإيمان قد يصابون بأنواع من المصائب ما أصاب في الأرض من مصيبة ولا في أنفسكم إلا بإذن الله وشأن المؤمن عند نزول هذه المصائب أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن الله أراد به خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبرا فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن وأما النوع الرابع من أنواع الصبر فالصبر على أذية الخلق فإن العبد في دنيا لا يخلو من أن يناله شيء من أذية عباد الله فشأن المؤمن أن يصبر وأن يحتسب تجاه هذه الأذية التي تصله ترجمة نانسي قنقر